السلام عليكم معاكم بدر من GameTech واليوم معاي جهاز لوحي من هواوي من الفئة المتوسطة MatePad 10.4 نسخة 2021 حجم الشاشة 10.4 انش وبدقة 2K واطراف الشاشة صغيرة من جميع الجوانب واللي بيعطيك متعة اكثر بمشاهدة المحتوى عليه وسمك الجهاز 7.45 ميلي فقط واللي بخلي الجهاز خفيف مع مجال رؤية اوسع الجهاز يجيب معالج كيرن 820 وداء الجهاز جيد جدا من ناحية الاستخدام بشكل عام يعني بيكون مناسب للدراسة او مشاهدة المحتوى وينفع لبعض الالعاب والجهاز حاصل على شهادة العناية بالعيون لانه يدعم ميزة حماية العين وقت الاستخدام واللي بتفيد الطلاب وقت الدراسة انهم يستخدموا الجهاز بطريقة صحية والجهاز يدعم استخدام قلم M-Pencil الخاص بهواوي ويخلي عملية الكتابة وتدوين الملاحظات والرسم سهلة وفعالة وكمان توفر قسم خاص للاطفال عشان يوفر لهم تجربة تناسب عمرهم وطبعا يدعم ميزة المشاركة المتعددة للشاشات وتفيدك بنقل الملفات بشكل سريع بين اجهزة هواوي او تتحكم بشاشة جوالك من خلال التابلت واكثر ويدعم فتح نوافذ متعددة بنفس الوقت ومثل ما نعرف بخصوص استراتيجية هواوي بينهم يبنوا نمط حياة سلس ومعزز بالذكاء الاصطناعي بين اجهزتهم وانهم يخلوا تجربة المستخدم سريعة وسهلة بين اجهزة هواوي من ناحية سهولة التواصل بين الجوالات واللوحيات والسماعات وغيرها الجهاز يجي برام 4 جيجا وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا ويدعم تقنية واي فاي 6 وهذه الميزة ما كانت موجودة على النسخ السابقة واللي بتعطيك سرعة اتصال افضل والجهاز يجي باربع سماعات اثنين فوق واثنين تحت والصوت قوي وعالي وواضح الجهاز يجي بكاميرا امامية وكاميرا خلفية واداهم طبعا متوسط حجم البطارية 7250 ميلي امبير مع داعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط الجهاز يجي بنظام اندرويد 10 وما يدعم خدمات جوجل ولكن تقدر تحمل عليه اليوتيوب وسويت شرح من قبل للطريقة بحطها لكم بصندوق الوصف تحت وتقدر تحمل اغلب التطبيقات من متجر هواوي او تستخدم ميزة بتل سيرتش في متصفح هواوي واللي بتلاقي فيه اغلب التطبيقات تقريبا مثل مدرستي والمنصة وتيمز سعر الجهاز 1349 ريال وبيكون متاح للطلب المسبق بتاريخ 1 مارس ومع الطلب المسبق بتحصل على هدايا بقيمة 458 ريال وبحط لكم باقي التفاصيل تحت بالوصف